بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ضربة موجعة في الانتخابات المحلية التي جرت يوم الأحد الماضي بخسارة المنافسة على زعامة العديد من البلديات بما فيها رئاسة بلديات أكبر خمس مدن في البلاد وتخلفه عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في معدل التصويت على المستوى الوطني للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة قبل أكثر من عقدين لمتابعة تداعيات هذا الأمر كونوا معنا حتى النهاية يكتب محمود علوش تحت عنوان الانتخابات المحلية التركية انذار قوي لأردغان ومع أن هذه النتائج لن تؤثر بشكل مباشر على حكم أردغان والفترة المتبقية من ولاياته الرئاسية ولن تؤدي إلى تداعيات تغيير موازين القوى السياسية في البرلمان الذي يحظى فيه التحالف الحاكم بأكثرية المقاعد فإنها قد تكون بداية لتحول سياسي كبير إذا لم يتمكن أردغان من عكس هذا المصار قبل اقترب نهاية ولاياته الحالية وإذا استطاع حزب الشعب الجمهوري الاستفادة من فرصة الاستيلاء على العدد الكبير من البلديات الكبرى والمتوسطة من أجل تعزيز قاعدة الدعم الشعبي له والوصول إلى ملايين الناخبين من خلال الخدمات البلدية وغيرها إذا كان هناك من سبب رئيسي يفسر هذه الهزيمة القاسية للحزب الحاكم فهو الاقتصاد إن ارتفاع تكلفة المعيشة إلى مستويات لا تطاق وسياسات التقشف الجديدة التي انتهجها أردغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية السابقة وسنوات من الإدارة الاقتصادية المضطربة كلها عوامل دفعت شريحة واسعة من الناخبين إلى اختيار هذه الانتخابات كوسيلة لمعاقبة أردغان وتوجيه تحذير شديد القسوة له على الرغم من أنها دعمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل عشرة أشهر فقط لم تكن هذه المرة الأولى التي يختار فيها الأتراك معاقبة أردغان على مستوى سياسي أقل لقد حدث ذلك أيضا في عام 2019 عندما خسر الحزب الحاكم عددا من البلديات الكبرى وعلى رأسها إسطنبول والعاصمة أنقرة مع ذلك فإن الحدة التي اختار فيها الأتراك معاقبة أردغان هذه المرة خلقت فرصة نادرة لحزب الشعب الجمهوري المعارض لإحداث تحول سياسي كبير وطي حقبة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة حتى في الوقت الذي ألحقت فيه الانتخابات المحلية ضررا معنويا بالغا بالحزب الحاكم وزعامة الرئيس رجب طيب أردغان فإن تداعياتها ستعمل على إعادة تصميم السياسة الداخلية على نطاق أوسع وتبرز هذه التداعيات بشكل أوضح في تصدر حزب الشعب الجمهوري المعارض قائمة التصويت على المستوى الوطني للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي وهو ما يعيده قوة سياسية كبيرة بعد عقود طويلة من الضعف والتراجع كما أن نجاح أكرم إمام أغلو في الحفاظ على رئاسته لبلدية إسطنبول الكبرى يعزز طموحاته بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وحالته كزعيم جديد للمعارضة استطاع أن يقود تغييرا داخل حزب الشعب الجمهوري في فترة وجيزة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة وتمكن من تحقيق إجماع في حالة المعارضة على المستوى الشعبي في الانتخابات المحلية دون الحاجة إلى تحقيقه على المستوى السياسي علاوة على ذلك أعادت نتائج انتخابات الحادي والثلاثين من مارس أذار تشكيل الخريطة الحزبية في السياسة التركية ليس فقط على مستوى تقدم حزب الشعب الجمهوري وتراجع حزب العدالة والتنمية بل أيضا على صعيد بروز أحزاب جديدة كقوة مؤثرة مثل حزب الرفاه الجديد المحافظ الذي تصدر المرتبة الثالثة على مستوى التصويت الوطني وتراجع حزب الجيد القوم المعارض الذي كان يشكل ثاني أكبر قوة سياسية معارضة وستكون العواقب المنتظرة على حزب الجيد بعد هذه الانتخابات أكبر مقارنة بأي حزب آخر غير العدالة والتنمية ومع إعلان زعيمة الحزب ميرال أكشنر التحضير لعقد مؤتمر استثناء للحزب فإن تغييرا كبيرا في القيادة ينتظره بعد فشل رهانات أكشنر على تحقيق مكاسب قوية في هذه الانتخابات من خلال الانفصال عن حزب الشعب الجمهوري وتقديم حزبها كبديل ثالث للثنائية الحزبية التقليدية المتمثلة بحزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري تظهر نتائج الانتخابات تقلص مستويات التأييد بشكل حاد للأحزاب السياسية المتوسطة مثل أحزاب الجيد والحركة القومية والمساواة وديمقراطية الشعوب الكردي مقابل تعزيز حالة الهيمنة الثنائية المتمثلة بحزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري وإذا ما تكرست موازين القوى الحزبية وفق الوضع الجديد فإن هذه الأحزاب ستصبح أكثر عرضة للمزيد من التقلص لصالح الأحزاب الكبرى على الرغم من أنها ستبقى مؤثرة في تشكيل دينماكيات السياسة الداخلية خصوصا مع تقلص الهو بين الحزبين الكبيرين إلى مستويات متقاربة لقد دخلت السياسة التركية بالفعل حقبة جديدة بعد 31 مارس أذار والكيفية التي سيتعامل بها أردوغان مع هذا المنعطف المفصلي في تاريخ السياسة التركية ستحدد ما إذا كانت انتخابات 31 مارس أذار ستؤدي إلى تحول سياسي كبير في نهاية المطاف حقق حزب الشعب الجمهوري نتائج قوية وغير متوقعة لكن هذه النتائج يجب أن لا تدفعه إلى الشعور بالرضى عن النفس لأنها كانت بالدرجة الأولى تصويتا ضد حكم الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أن تكون لصالح حزب الشعب الجمهوري مع ذلك فإن الانتخابات خلقت فرصة للحزب لتحويل قاعدة الدعم الجديدة له إلى قاعدة صلبة إذا ما أحسن إدارة البلديات التي سيطر عليها في السنوات الخمس المقبلة في ذات السياق يكتب أحمد إشجان تحت عنوان لماذا اختار الأتراك أردوغان في الرئاسة وأسقطوا حزبه في انتخابات البلدية فيقول عامل الحسم الرئيسي في الانتخابات الاقتصاد في الانتخابات المحلية لعام 2024 حصل حزب الشعب الجمهوري على 37.7 من إجمال الأصوات بزيادة قدرها 7.6% بينما حصل حزب العدالة والتنمية على 35.48% من إجمال الأصوات بتراجع قدره 7.24% ويتبادر إلى الذهن الآن السؤال التالي إذا كان إجمال أصوات الشعب الجمهوري أعلى من العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية لعام 2024 فكيف خسرت الطاولة السوداسية الانتخابات العامة في 2023 وكيف انتصر تحالف الشعب في الانتخابات العامة لعام 2023 ثم تخلف في الانتخابات المحلية لـ 24 وإجابة هذه التساؤلات واضحة تماما في الواقع إذن الواضح أن الناخبين الأتراك لا يزالون يدعمون أردغان في الانتخابات العامة التي ستؤثر على استقرار البلاد ككل ويأتي هذا خصيصا بالتزامن مع وقت يشهد اعتبار الإرهاب من المشكلات الأمنية الأولى في البلاد ومن هنا جاء استعدادهم لتسليم سياسات الأمن القومي لشخص يثقون به وهو أردغان وفي الوقت ذاته يريدون ترك الملف الآخر الذي يؤثر على مصير البلاد ككل في يد أردغان وهو ملف السياسة الخارجية لتركيا كقوة صاعدة في ساحة المنافسة العالمية ولهذا لم يكن لأردغان منافس في الانتخابات العامة بشكل أساسي وعلى النقيض كانت استجابة الناخبين في الانتخابات المحلية مختلفة إذ إن الناخبين الذين اطمأنوا لترك السياسات الوطنية للبلاد في يد أردغان خلال انتخابات 23 وجدوا فرصة للتعبير عن أنهم ليسوا سلبيين في الانتخابات المحلية لعام 24 ولا شك أن هذه الاستجابة هو الوضع الاقتصادي الصعب فقد حاولت تركيا لفترة من الوقت الابتعاد عن السياسات الاقتصادية التقليدية لكن بعض التحركات الأجنبية ونقص العملات الأجنبية نجم عنها انعدام الاستقرار الاقتصادي ولم يصفر التغيير السريع اللاحق للمسؤولين والعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية وارتفاع أسعار الفائدة بعد عن النتائج المرجوة في الختام متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة